السلام عليكم كيديري لبس اليكم زيانين احوالكم طيبة انس من انكم تكونوا على خير وباخير صراحة من وردك للفيديو اللي كنت درون في الاول في الاول ديال باش يلا فتحت القناة جوني اسئلة بزاف على كيفاش تفتحات هاد الروض وباش حال تقام وشنو هي المراحل اللي كتدوز منها باش انك تفتح رود وصلوني بزاف ديال الاسئلة ومؤخرا كيجوني غير مؤخرا غير في هاد الاسئلة كيوصلوني اسئلة كيقولون نعفك الى ممكن انك زي ما تفيدينك كيفاش حتى ان تفتح الروض وكيفاش ان شنو هي المراحل وشنو هما الخطوات اللي خاصك تدير باش انك تدير رود وبزاف ديال الناس اللي هما زي ما مهتمين بهذا المشروع هذا وبغين انهم يديروا صراحة مشروع ديال الروض هو واحد المشروع اللي هو مربح وكيعود على ملاه يعني بالنفع وش هاد ينقول لكم يعني على حسب كل واحد وكل واحد وفشك يرتاح وكل واحد شنو مشاريع اللي ممكن انكم تديروها وش هاد ينقول لكم مهم انا حاولت صراحة سمحولي اتعطلت عليكم بزاف ما كانش بالامكان انني ما كانش بالامكان اني نصور لكم واحد لا فيديو يعني تحت الطالب بسرعة ولكن يلا جدت وقتها المهم شنو باش نبدال لكم باش انك تدير رخصة ديال الروض تدير رخصة ديال الروض وتفتح رود يعني فيها بزاف 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 ديال الشروط ومن بين هاد الشروط اللي هي واحد الحاجة ضرورية اللوكال يعني المحل المقر اللوكال خاس يكون مناسب جدا باش تدير فيه الحضانة اول حاجة خاس يكون سفلي خاس يكون شوكا وخاس يكون مهوي وخاس يكونوا فيه السدية لقاعة وكل لقاعة يكون فيها شرجم وخاس يكونوا جوج ديال اللي توالد واحدة الإينات واحدة الدكور وخاس يكون مكتب المدير بالنسبة لمستوى ديال الشخص اللي هو غادي يفتح هاد الروض هادا خاس يكون عنده باكالوريا وديرها بالموضوع على الاقل على الاقل وتكون عنده تجريبة ديال عامين يعني خبرة ديال عامين او يكون عنده واحد ديبلون في هاد المسائل هادي ديال تكوين وديال التربية وديال الحضانة المحل خاس يكون حداه جردى يعني ضروري خاس تكون قدام لك المحل اللي انت غاد دير فيها الرد خاس تكون واحد جردى اللي هي واحد الحاجة اللي كيأكدوا عليها ضروري هادوه ما الشروط باش انك تتخذ الرخصة ودير الرد وهاد شروط هادي شوية صعابين صعابين حقاش ما غاديش تلقى واحد المحل الكرة اللي هو فيه استاديا الغراف وكل شامبر فيه شرجم وحده جردى وفريد شوسي يعني ما غاديش تلقاه صعيب باش تلقاه يعني كان واحد الحالة وحده اللي هي انك خاسك تبني على يديك وباش تسهل باش هكا تسهل الامور وتاخذ الرخصة ديالك وتدير الرد وتزاول هاد المهنة خاسك تدير جمعية الدير جمعية يعني هي واحد الطريق السهلة باش انك تزاول هاد المهنة وباش تدير جمعية يعني خاسك تكون قاري على القانون الاساسي لتأسيس الجمعية الجمعية اللي خاس يكون فيها الاعضاء هاد الاعضاء اللي كتكون كتكون من المدير ومن الكاتب العام ومن امين المال ومن مستشار المال بالاضافة للاعضاء اخرين وكتديروا قانون ديال الجمعية وكتكتبوا واحد المحضر عام من بعد كيجي عندك المقدم وكيشوف المحضر وكتجمعوا الاعضاء كاملين في واحد المكتب اولا في واحد المقر اللي غا تكون فيها هاد الجمعية يعني ضروري خاس يكون عندكم اللوكال ضروري خاس يكون المقر ويكون عندكم مقر ضروري زيما المقر اللي غا تدوروا فيها الجمعية ديالكم ومن بعد ما كتجمعوا الاعضاء كاملين ومعاكم المقدم كتديروا قوانين ديال الجمعية وكتديروا الاهداف والمراحل ديال هاد الجمعية يعني القانون ديالها والناس اللي كتكون الجمعية وما بين الأهداف ديال الجمعية يعني كيخص الدخل كيخص الدخل أنشطة تقافية بحل المراجعة الدعم والتقوية كتدخل أيضا الحضانة كتدخل الرود وتربية الغير نظامية دروري الدخل الأنشطة اللي عندها علاقة بالقراية والدخل أيضا محاربات الأمية إلى غير ذلك من الأنشطة اللي تقدر أنك تزاولها فهذه الجمعية ديالك من بعد المحضر العام المقدم كيمشي كيعلم القايد القايد كيتوصل بالرسالة وكيصيفتها للدائرة وكتسنى وبعدها قبل ما كتدرو قبل ما كتأخذ المقدم كتعطيوه المحضر ديالكم كيقدر من اللي كيتوصل القايد بالمحضر ديالكم كيقدر واحد لهم كيتأكيد على أعضاء ديال الجمعية على السيرة ديالهم يعني وشكين صوابيق أو للا يعني خاص يشوفوا هاد الناس اللي غا السوهد الجمعية وهاد الناس اللي غادي يكونوا يعني بكونتكت مع المواطنين كيفاش ديال السيرة ديالهم صافيو كتبقى من اللي كيتوصل القايد بالرسالة كيصيفتها الدائرة وكتبقى واحد شهرين كتتنى واحد شهرين من بعد هذيك الشهرين كتتوصل بواحد الوصل اللي هو مؤقت الوصل المؤقت لو كيعطك وصل المؤقت ديال الجمعية صافيو من بعد من بعد تلت شهر يعني كتتنى شهرين في الأول كتتوصل بواحد الوصل المؤقت ومن بعد تلت شهر صافيو كتتاخذ الوصل النهائي ديال تأسيس الجمعية وكتبقى تزاول أنشيطة ديالك كتتزاول أنشيطة ديالك يعني انتش نختاري تدير فاديك الجمعية ولكن خاصك تكون دائما تكون اكتيف تكون اكتيف دائما تكون خدام إلا أسستي الجمعية وبقات في حالة سوكون يعني ما كيبغيوش ما كيبغيوش في الجمعية تأسسه وتبقى في حالة سوكون ضروري خاصك تكون خدام تكون هكا يا صافي بديتي روض ديالك بديتي مسائل ديالك وخدام عادي كتدير مراجعات كتقري لوليدات يعني مسائل ديالك عادي خدام فاتح روض ديالك عادي والأنشطة اللي غادي تكون كتزاولها في الجمعية ديالك يعني غا تكون في الأول كتصور كتصورها كتصور وكتصيف تهم المقاطعة باش كتبين على أن الجمعية رهخ دامة وكتمارس الأنشطة ديالها بشكل عادي صاف يوم وهانت يفتح تيرود وهانت تتمارس المهنة ديالك بشكل عادي والله يوفق الجميع وسمحوا ليات عطلت عليكم ديالك غادي نقول لكم ليدي طي يعني بالنسبة لهذا الروض هذا لهذا الحضنة اللي كتشوفو يعني راه هو كان فقط غاراج كان غاراج غاراج كبير جاي في السفلي كيف ماشتم معي في الأول يعني هادرها في الأوائل في الأوائل ديالك ما لقيتش كيفاش ندير باش نصور نصور هكا ونصيفت لكم نصيفت لكم دابة كيفاش ولا دبرة ولا يعني تصلحوا فيه بزاف ديال الحواج اللي هم تزادوا هنا كان باقي الله في الأول كان باقي ما كينش القدام القدام مع الدخلة دار واحد القرياج يعني والبلاسة فين كي يقلسوها كالوليدات حيث كان جاني واحد تعليق قالوا لي يا واش الوليدات كي قيلوا نهاركا منهما تم لا يعني في الباب في الباب القدام دار قرياج هكا كبير واحد المساحة تم كيخرجوا الوليدات كي هكا يشمول هو شوية وكيد مع الحراسة راكم عارفين يعني كيف قلت لكم هاد المحل هذا كان فقط غاراج اللي هو عادي غاراج في غير المرتوب غير المرتوب غير المرتوب اه بالنسبةgraph باش حال تقام يعني البني البني ديالو باش تفرقوا باش تدارو لي زي طاجر حيث كيف شفتوا كايين التحت وكايين الفوق بالنسبةquency يعني كايين غير غير الحضانة وكايين الرد والرد البتت الماين والفوق بالنسبة للناس اللي كيدروا المراجعة كينا لصال ديال الكمينيكاسيو الناس لي كيدروا المراجعة يعني اعدادي تناوي وحتى الابتدائي الكبار شوية للسادس باش تفرق هاد القاراج يعني غير البني راه هده تقريبا خمسين الف درهم ديالت البني زائد الصباغة باش تصبغوها كا تصبغو الشامبر كان من تقريبا ورا فيه 6 فيه 3 التحت و 3 الفق 3 ديال ليشامبر 4 ديال ليشامبر لتحت و 3 الفق 7 ديال ليشامبر لكينين باش تصبغو ليشامبرو كل شي تقريبا سباغة ب 15 الف درهم 15 الف درهم ديال السباغة بالنسبة للجير فلكس باللي الدار كله في الارضي يعني الارضيه كلها راه مغطيه بالجير فلكس بالليد ديال المعلم وكل شي 20 الف درهم الاليمينيون باش تصيبو الشراجم والبيبن والبلسة ديال الادارة والبيبن ديال ليشامبر 20 الف درهم وليطابلو ليزاردواز تقريبا ب 30 الف درهم البروجي كله البروجي كله تقريبا طايح بوحد 12 مليون 12 مليون اللي باش طايح بها البروجي حيتاش يعني بحلة بحلة تبنى من الاول يعني ماشي كانوا ليشامبر مقادين وكل شي لا كانوا غير غاراج ها كام حلول كبير عادي وعاد تفصل كامل كل حاجة تفصلت بوحدها وتدارو ليزارد عجير وتقسمو ليشامبر هاد شي اللي كاين كانتمنى ان الناس اللي طلبوا مني هاد الافيديو كانتمنى انكم تكونوا استفتو وبالنسبة لهاد اللي ديطاي صغار يعني هاد النوامة وقاع داك الماتيريال اللي دار راني غادي نخلي لكم التحت في صندوق الوصف راني ديرا فيديو كل حاجة بتمنها يعني النويميسيات المخيدات هاد البوفات اللي كتشوفوا الليزور اي حاجة اي حاجة ديرا تمن ديالها ديرا فيديو مفصل عليك التمن ديال كل حاجة هادك الافيديو هو اللي كنتو شفتو نيت وطلبتو مني باش انني نصيب لكم هاد الافيديو كانتمنى انكم تكونوا استفتو كانتمنى انا نكون وصلت لكم دكش اللي بغيتو انكم تعرفوه وطلولي افراسكم وشكرا لكم ورمضان كريم وكانتمنى كانتمنى من كل قلبي انني نكون وفيت بالوعد حيتاش تقريبا هادي واحد تلت شهور والناس كيقول لي ديرينا فيديو ديرينا فيديو غير ما لقيتش الوقت المناسب باش ندير لكم هاد الافيديو وصافي هاد الشي اللي كيينو تهلوا لي افراسكم مع فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله